وافق القضاء اليوناني على تسليم ثلاثة عسكريين أتراك تطالب بهم أنقر لاتهامهم بالتورط في المحاولات الانقلابية في ثموز يوليو الماضي وذلك غادات قرار معاكس في صالح ثلاثة عسكريين آخرين وتقول محامية على صلة بالعسكريين للأسف هم يشعرون بالإرهاق وهم يشعرون أيضا بالضغط النفسي ولا يشعرون بأنه ينبغي حجزهم ما دام هذا الأمر يؤثر في نفسيتهم وبعضهم على أبواب اليأس وسوف ينظر هذا الخميس في أمر تسليم العنصرين المتبقيين من المجموعة التي لجأت إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا وكان العسكريون الثمانية طلبوا لجوء في اليونان التي توجهوا إليها على متن مروحية عسكرية عقب المحاولة الانقلابية فيما تطالب أنقرة بترحيلهم ليحاكموا في تركيا على دورهم المفترض في المحاولة الانقلابية ومحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان